المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين يتعرضون إلى قمع غير مسبوق من قبل السلطات الحاكمة فيها ويأتي في طليعة هؤلاء كل من عميدي حقوقي الخليج الأستاذ عبدالهادي الأخواجة والأكاديمي الأستاذ عبدالجليل السينكيس والناشط الحقوقي ناجفة تيل الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد على خلفية نشاطهم الحقوقي وتوثيقهم لجرائم نظام آل خليفة بحق المتظاهرين البحرانيين قضية هؤلاء الحقوقيين كانت المحور الأساسي للكلمة التي ألقاها الناشط يوسف الحوري بالنيابة عن التحالف الحقوقي البحراني خلال الحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان في جينيب لا زال المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان مثل ناجر فتيل وعبدالهادي الخواجة وعبدالجليل السينكيس يقضون عقوبات تعسفية بالسجن تصل إلى مدى الحياة في البحرين التحالف استرعى انتباه المجلس إلى المضايقات التي يتعرض لها الحقوقي نبي الرجب مع استمرار فرض حظر السفر عليه وعدم إسقاط عدة اتهامات وجهتها له السلطات على خلفية تعبيرها الرأيه أصدرت ولايتكم مراسلات عديدة بشأن قضية نبي الرجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان حيث لا يزال حظر السفر مفروضا على نبيل كما تبقي الحكومة التهم الموجهة إليه والتي قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات في السجن ممارسات تستدعي وقفة جادة من مجلس حقوق الإنسان لحمل حكومة البحرين على رفع القيود المفروضة على عمل المدافعين البحرانيين عن حقوق الإنسان وحقوق الإنسان لحمل العالمية وحقوق الإنسان لحمل حقوق الإنسان slightly توفر مجلس حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر